مين معي؟ ستة سمية السلام عليكم أم سمية وعليكم السلام يا لبنا منحب حرقك قوي فضلت الشيخ ومن تبعك جدا والله أحبك الله والذي أحببتين فيها ستة الكل اتفضلي ماشي بعد إذن حرقك فضلت الشيخ لو أنا بكرة صورة الكهف يوم الجمعة يعني ينفع أننا عدد النية لها يعني مثلا بوايا ومامة مش بعرف يقرأه يعني ينفع أننا عدد النية ويبقى ليهم الأجر معايا يعني وأنا بقول يعني بصراحة ربنا يجبني بها وبابا ومامة وكل المعرف يقرأ ويكتب يعني من المسلمين ده ينفع ولا لازم أقرأ لكل واحد لوحده لا ينفع إن شاء الله وما فاش حاجة يا أم سمية ولكن مثلهم من الأجر إن شاء الله ولكن لو بيعرفوا بقى يحفظوا نعرف نحفظهم أول خمس آيات أو أول عشر آيات يبقى خدت أجر جزيل جدا وخدت أجر عظيم جدا عشان يقرؤ أول عشر آيات من سورة الكهف كل جمعة خلاص يا ستة أم سمية ربنا بارك فيك أرجع تاني للراجل اللي بتهون في الصلاة للراجل اللي بيسيبها تخرج من غير عزر اسمع ربنا قال إيه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الغي ودي في جهنم تستغيث منه جهنم لمين يا رب؟ لمن فرط في الصلاة بغير عزر ربنا في صورة المعون كلنا حفظينها بيقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساغون الويل وادي في جهنم شره في عذابه شره في عذابه تستغيث منه جهنم لمين يا رب؟ مش لمن ترك الصلاة كلية لا لمن سهى عنها مين اللي من سهى عنها؟ لمن ضيعها وضيع وقتها بغير عزر جبتوا الكلام ده منين يا مشايخ عشان ترهبون به اسمع لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من جمع بين صلاتين من غير عزر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر يا الله باب من أبواب الكبائر كبائر دي اسمعناه في إيه؟ احنا اسمعناه في الزنا اسمعناه في السرقة واسمعناه في قتل النفس باب من أبواب الكبائر أيوة عشان كده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول أيضا لا تتركن صلاة متعمدة فإنه من ترك صلاة متعمدة برئت منه ذمة الله يا الله اللي يسيب صلى واحدة متعمدة برئت منه ذمة الله أيوة وهو المصيبة دي حضرتك تستطيع أن تشوفها لو سمعت للنبي صلى الله عليه وسلم شافوا ليلة المعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج أناسا من أمته تردخ رؤوسهم بالحجارة كلما رضخت عادت فقلت من هؤلاء يا أخي يا جبريل فقال هؤلاء الذين كانت رؤوسهم تتفاقل عن الصلاة يا رسول الله روى ذلك الخطيب البغداد